مع الاعلان عن مجلس قيادة رئاسي في الربع الاول من العام الفين واثنين وعشرين كان السؤال الابرز لدى اليمنيين ما الذي سيحمله العام بعد خيبات سنين سؤال لم تلبث الشهور التي تلت الاعلان عن تشكيل المجلس ان اجابت عنه اجابات اقلها حدة تلك التي محتواها لا جديد فرغم رفع سقف التوقعات مع وصول قيادات الدولة الى العاصمة المؤقتة عدن في ابريل الا ان التوقعات لم تلبث ان اصطدمت بواقع مغاير للامال والتطلعات لتأتي احداث شبوة في اغسطس مهددة بنسف التوافق الوطني وامام الاستقواء بالسلاح جاء موقف مجلس القيادة ضعيفا ولم يجد المواطن اي رسالة عملية تؤكد ابجديات الحضور او التحكم الفعلي بالاحداث من قبل المجلس والحكومة وهو مشهد لم تغب التساؤلات المتعلقة به عن المقابلة التي اجرتها قناة العربية مع رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي قبل نهاية العام ورغم الاجابات التي نفت وجود خلافات وبشرت بمستقبل مغاير يبقى المواطنون في انتظار اجابة عملية مبتدأها عودة كامل قيادات الدولة الى عدن وتحكمها بكل ما يجري على كل شبر محرر هي اذا سنة راحلة كان يمكن لتلك الثلاثية ان تجعل 2022 عام قطع الذراع الارهابية في اليمن لكن ذلك لم يحدث وبدلا من ذلك سمح للميليشيا ان تستمر في خنق تعز وان تقصف الموانئ النفطية وان تستفيد اكثر من هدية الهدنة لتصبح سنة 2022 شاهدا اخر على ان الميليشيا تحمل بذرة فنائها وان استمرار سيطرتها نتاج اخطاء غيرها وتلك حقيقة لا تمنع تساؤل اليمنيين ما الذي يمنع قلب المعادلة في 2023؟